اشتركوا في القناة بمعنى يقول لك درس بليك للجميع ركز وياي هاي القطعة متكونة من ثلاث فقرات كل فقرة راح نيجي نقراها ونفهم عليها ما نتتكلم بعدها نكون عنوياك اسئلة منعتها فكل فقرة اذا فهمتها على طريقة الاسئلة صدقني اي سؤال يجيك تقدر اتجوا وبعد ما نكمل ان شاء الله نحل الاسئلة الوزارية المتعلقة بهاي القطعة فركز وياي نقول لك هنا بمعنى كل سنة بمعنى يقول لك كل سنة جريدة الصباح تقدم عرضا لطالبين من مدارس محلية زير دي بالك جريدة الصباح هنا تقدم شنو عرض كل سنة لطالبين دي بالك هاي التو دي بالك من عدها احتمال يقول لك جريدة الصباح تقدم عرض لثلاثة طلاب راح تقول لك خطأ جابوها بالامتحان الوزاري او يجهبو لك هي على شكل اختيارات 2 3 4 راح تقول لي 2 زير بعد ما عرفنا هاي الفقرة يقول لك ان انذا سمى هوليديز يقول لك هنا في العطل الصيفية 3 5 5 9 7 8 10 9 9 10 13 13 o 10 10 9 10 12 30 يقول لك هنا هؤلاء طلاب يستطيعون العمل كمراسلين عليمن على الورغ زين 10 13 13 14 14 14 19 20 20 20 20 20 21 20 20 21 21 22 2222 They can see what reporters really do in their jobs And they can learn to write reports ويمكنهم رؤية ما يفعله المراسلين حقا في وظائفهم ويتعلموا كيفية كتابة التقارير خليها ببالك هل هو قرار ركزد عليها عندك جريدة الصباح تقدم عرض كل سنة لطلاب تقدر طلاب الثين طلاب وين هذا العرض؟ في الندارة المحلية زين ذول الطلاب الثنين بالعطلة الصيفية بعد ما ينهون الدعم يعملون كمراسلين يعملون كمراسلين وين؟ على الورق يعني يعلمون دور المراسلة تهمت الفكرة شنو؟ هالفقرة افتهمناها زين نكمل قل لك لا سما في الصيف الماضي سلام أحمد واس ألاقي بوي قل لك هنا أنا سلام أحمد كان الولد المحظوظ لاحظ من هو الولد المحظوظ؟ خافي سيلك سؤال من هو الولد المحظوظ؟ تذكر شي اسمه؟ اسمه سلام أحمد زين قل لك هنا he was 15 years old قل لك عمره شقيد 15 سنة خافي سيلك ما هو عمر؟ how old سلام أحمد how old من يقل لك كم عمر سلام أحمد؟ تذكر عمره شقيد 15 سنة زين قل لك and he wanted to be a reporter هو يريد أن يكون شنو؟ يريد أن يكون مراسل ماذا يريد أن يكون سلام أحمد؟ قل لك ماذا يريد أن يكون سلام أحمد؟ الذكر يريد أن يكون شنو؟ يريد أن يكون مراسل قل لك هنا on his first day at the paper يقل لك أول يوم له في الصحيفة he took a new reporter's notebook and his camera يقل لك أول يوم له في الصحيفة هو أخذ دفتر المراسل وكاميرته وكاميرته خذ دفتر وكاميرته جيد نكمل قل لك هنا one of the reporters was showing his desk when the editor came in and said a big new restaurant and opening in Baghdad next Tuesday لاحظوا يجب أحد المراسلين كان يأرض لسلام مكتبه بينما المحرر دخله وقاله ماذا قال المحرر؟ ماذا قال المحرر؟ خافي تجيك سؤال ماذا قال المحرر؟ تذكر أدل لهذا جوابك أدل له مطعم كبير وجديد وين سيفتح في بغداد يو الثلاثة القادمة تذكر هذا رح يكون جوابك ماذا قال المحرر؟ زين قل لك هنا I need someone to write a good report on the event يقل لك هنا أنا أحتاج شخص ما لكتابة تقرير جيد عن هذا الحدث زين هاي الفقرة الأشهرت لك هنا دمنا دائما يركزون عليهم بالامتحان الوزاري الأسئلة دائما يركزون عليهم بالامتحان الوزاري زين نكمل لاحظوا يجب قال لنا I can't do it بمعنى أنا أفعل ذلك أو أستطيع أن أفعل ذلك يهو القال سلام سيد قال سلام On Tuesday يوم الثلاثة سلام تك أخذ His notebook and camera and went into the new restaurant بمعنى يقل لك هنا تتبع لك من هذا السؤال و دائما يكرروا يقل لك هنا ماذا أخذ سلام يوم الثلاثة تذكر هذا السؤال تذكر جواب ما تك تقل لي His notebook and camera هذا راح يكون جوابك دائما يكرروا ماذا أخذ سلام يوم الثلاثة تذكر راح تقل لي هنا أخذ دفتر ملاحظات و كاميرته and و ذهب و ذهب إلى المطعم الجديد زي أكثر شي ركز على ذني سلام watched everything يقل لك هنا سلام كان يراقب كل شي but ولكن one special thing attracted his attention يقل لك هنا ولكن يقل لك شيء ما أو شيء خاص لفتى انتباهه a young boy was talking his old father يقل لك هنا فتى صغير كان يأخذ والده الكبير who was in a wheelchair الذي كان على كرسي متحرك يقل لك هنا to the restaurant for a treat يقل لك هنا أتى إلى المطعم من أجل شنو الطعام the boy put his father some food يقل لك هنا الولد يشترى لأبيه شنو بعض الطعام تذكر خاف يجيك سؤال يقل لك ماذا يشترى ماذا اشترى الولد لأبيه تذكر هذا دائما يجيب لك هنا دائما يكرون لحون عليه ماذا اشترى الولد لأبيه اشترى اشترى some food بعض الطعام زين the father was a very old and weak يقول لك هنا and weak بمعنى يقول لك الاب كان كبيرا وضعيفا and dropped food on his chair and trousers while he eats يقول لك هنا الاب كان كبيرا وضعيفا واسقط الطعام على قميصه وسرواله اثناء الطعام لاحظوا يقول لك لماذا خاف يجيك سؤال لماذا اسقط الاب الطعام على قميصه وسرواله اذكر لانه ضعيف لانه كبير وضعيف لانه كبير وضعيف زين زين انكمل قل لك هنا many of the other customers watched the old man and discussed but his son looked and him with love and respect بمعنى يقول لك هنا العديد من العملاء الاخرين كانوا يراقبون الرجل الكبير بش مئزاز but ولكن الابن كان ينظر له بحب واحترام خاف يجيك سؤال يقول لك العملاء كان ينظرون العملاء او الزبائن كان ينظرون الى الرجل بكل حب واحترام تقول له خطأ كان ينظرون له بش مئزاز زين خاف يجيك سؤال يقول لك الابن كان ينظر الى ابيه بش مئزاز راح تقول له خطأ كان ينظر الى ابيه بحب واحترام افتهمت الفكرة شنو ذا نديد بقى لك القاعدة اشعر لك اياه زين نكمل زين قال لك هنا after the old man had finished ايت يقول لك هنا بعد انتهاء الرجل من الطعام his son ابنه بمعنى يقول لك لم يكن محرجا الذي لم يكن محرجا يقول لك هنا انا اخده المن الى الحمام بكل هدو and patiently wiped the food from his clothes يقول لك هنا انا ومسح الطعام اه على ثيابه بصبر and يقول لك هنا انا calmed his hair ومشط شعره زين and she tightened his spectacles يقول لك هنا انا ومشط شعره ورتب نظاراته زين قال لك when they came out وعندما خرجوا the entire restaurant was watching them in يقول لك هنا انا وعندما خرجوا الكل كان يراقبهم شنو بصمت شديد بمعنى يقول لك dead slice بمعنى بيقول لك صمت شديد زين not able to grasp how someone could embarrass themselves publicly like that يقول لك هنا لم يستطيعوا فهم كيف شخصا ما ان يحرج نفسه بشكل عندي بهذه الطريقة زين قال لك the son very proud and pleased يقول لك الابن كان جدا شنو فخور ومسرور زين خروجهم a wise old man called out to the sun and asked him يقول لك هنا اثناء خروجهم رجل حكيم زين كبير نادى الى الابن وسأله don't you think you have left something behind يقول له هنا هل تركت شيء خلفك قال له no sir لا سيدي I haven't لم اترك بمعنى قال له هنا the old man said yes you have الرجل الكبير او الرجل اللي حكيم يقول له you have انت يعني تركت هنا شنو تدرس خليها ببالك زين يقول له يقول له هنا you left a lesson for every son and hope for every father بمعنى يقول له انت تركت دارس لكل ابن وامل لكل ابن زين the restaurant went silent يقول لك هنا المطعم كان شاكنا او هاده بمعنى تجي سلام was watching everything and followed the boy and his father يقول لك هنا سلام كان يرعب كل شيء وكان يتبع الابن وابيه after asking وبعد ذلك هو asking them questions and taking notice بمعنى يقول لك هنا سألهم اسئلة وكتب ملاحظاته he thanked the boy and kissed the old man on his head يقول لك هنا هو شكر الابن وقبل الرجل الكبير من رأسه سلام made his very first report about his touching story يقول لك هنا سلام كتب اول تقرير له عن هذه القصة المؤثرة and it was pleased by everyone التي شهد بها الجميع زين عندك هاي القطعة بعد ما افتهمناها دائما ركزدي الاسئلة الوزارية مالتها والتمرين المتعلق بيها زين لاحظوا يا زين بعد ما خلصنا القطعة جناكم بهذا التمرين هذا التمرين كلش كلش مهن دي بالك من عنده حاولت تفهمه اياي لاحظوا اياي يقول لك which news paper run the competition بمعنى يقول لك ما هي الصحيفة التي اجرت المنافسة او المسابقة تذكر راح تقول لك الصباح news تذكر راح يكون هذا جوابك اذا سئلك يقول لك هنا ما هي الصحيفة التي اجرت المنافسة يا هي جريدة الصباح زين قل لك where did salam write his first report بمعنى يقول لك اين كتب سلام اول حدث له تذكر او اول تقرير له تذكر راح تقول لي سلام كتب اول تقرير له وين في تقول لي a new restaurant in بغداد هذا الحدث هذا اللي يسمون ترتيب جملة دائما انا نقول ترتيب جملة تقدر تكتب هاذا ترتيب من ما اخذي من السؤال فتهمت الفكرة شنو زين تقدر تكتب له فقط هذا مختصر عادي زين قل لك هنا what two things does salam take with him بمعنى يقول لك ما هما الشيئان الذي اخذهم سلام معه او تذكر اكو شئين دائما اللحون عليهم يعنى تذكر اخذ نوتبوك عن كاميرا تذكر تقدر تقل له فقط هذا جور تقل له دفتر ملاحظات وتقدر تقل له كاميرته زين شي قل لك هنا يقول لك لماذا العملاء ينظرون او يشعرون بش مأزاز من الرجل الكبير راح تقل له because he dropped food on his chair and تقدر تقل له pants وتقدر تقل له trousers زين تقل له لانه اسقط الطعام على قميصه وصرواله افتهمت الفكرة شنو زين هذا راح يكون جوابك ايه استاذ قل لي استاذ يعني او محدة معتين تقدر تحذف هاي تكتب هاي وكلاما صحيح زين اش راح تقل له تقل له افتاد ثمر بعد الوجبة the boy took his father to the witch room اخذ الولد الاب الى اه المغاسل زين بمعنى يقل لك انا what did the boy left behind in the restaurant بمعنى يقل لك انا ما الذي تركه الولد خلفه في المطعم تقل له boy left behind a lesson for every son and hope for every father تقل له الابن تركه درس لكل ابن وامل لكل اب زين عندك هاي الاسئلة الوزارية الاسئلة الوزارية باوعلي الاسئلة الوزارية هاي هاي انت لازم تحلي اياها انا راح اعلمك ومطيك لحد نهاية الملزمة كاتب لك الاسئلة الوزارية بدون حل ومطيك لحد نهاية الملزمة اقعد التشيء سوي حل على راحتك هاي شون صار الحل هنا خطأت هنا جاوبت علمو شنو كل خطأة توقع بي راح تستفاد من عنده الاسئلة الوزارية كل السهلة ما دام فيها انت القطعه اياي الاسئلة الوزارية راح تجاوبها بكل سهولة لاحظوا اياي هنانا السؤال الاول قيل لك باوع what was the special thing attracted سلام's attention يقل لك ما هو الشيء الذي لفته انتباه سلام ما هو الشيء الذي لفته انتباه سلام تتذكر شنو تقل لها نانا ولد او فتح صغير كان ياخذ والده الكبير الكبير الذي كان على كرسي متحرك زير زير عندك الثاني يقل لك هنانا سلام take with him on on tuesday يقل لك سلام اخذه سلام شخذه تذكر كامرته ودفتر ملاحظاته زير يقل لك هنانا الصباح نيوس makes a special of five young student يقل لك هنانا جريدة الصباح قدمت عرض لخمسة طلاب راح تقل له false خطأ زير قال لك من هو الولد المحظوظ في الصيف الماضي يا هو سلام احمد قال لك هنانا ماذا قال المحرر المحرر قال ماذا قال المحرر المل للمراسلين يقل لهم يقل لهم يقل لهم مطعم جديد سيفتح الثلاثة مطعم جديد في بغداد سيفتح الثلاثة القادمة زير ستة نانس ماذا يريد ان يكون سلام احمد يقل لك يريد أن يكون مراسل يقل لك سلام اخذ دفتر ملاحظاته وكامرته وين معه عندما ذهب الى المطعم يوم الثلاثة راح تقل له كم عمر الولد المحظوظ يقصد بي سلام يزقيد عمرك من 11 سنة لاحظوا يقل لك هل العملاء كانوا ينظرون الى الشخص الكبير old man with love and respect كانوا ينظرون للرجل الكبير بحب واحترام تذكر العملاء شنو نظرتهم بش مئزاز اذا اشي قل له اقل له نو راح اقل له اشي قل له نو they استخدمتها لكون هذا الاسم جميع عدنا نو they didn't هذا راح يكون جوابك زين خاف مثلا اني قيل لك نفس السؤال يقل لك العملاء كانوا ينظروا للشخص الكبير بش مئزاز هل العملاء كانوا ينظروا للشخص الكبير بش مئزاز راح تقل له yes they do زين they did العفو زين عندك هاي ما شاء الله لأسئلة الوزارية باعش قل سهلة قال لك هنا ماذا اشترى الابن للابن تذكر شي اشترى لي بعض الطعام يقل لك الابن نظر الى الاب بكل حب واحترام تقل له true زين قال لك هنا يوم الثلاثة سلام في يوم الثلاثة سلام اخذ معه فراغ يمطيق هنا يقل له his camera his notebook and camera بدا تقل له جوابك صحيح تقل له هنا يقل لك هنا سلام نظر الى الاب بش مئساس او الابن نظر الى الاب بش مئساس راح تقل له false خطأ نظر له بكل حب واحترام كم عمر سلام احمد الذكر 15 سنة زين عندك 15 هنا قل لك ماذا قال المحرر المحرر قال المن للمراسلين ماذا قال المحرر للمراسلين قل لهم سوف يفتح مطعام جديد وين في بغداد الثلاثة القادمة زين باوع تكرار الاسسلة اللي اشتكرار بيها زين قال لك هنا الابن نظر الى الاب بش مئساس راح تقل له فوس خطأ قال لك هنا يوم الثلاثة سلام اخذ معه فراق قال لك دفتر ملاحظات وخذوا يا كاميرا قال لك الاب الولد اشترى لابيه بعض الطعام قال لك هنا سلام احمد يريد ان يكون شنو مراسل هل العملاء نظروا الى الرجل الكبير بحب محترم راح تقل له نو تكرار زين يقل لك هنا سلام اول تقرير لسلام كان عن تؤتشن ستوري اوف دا بوي عن هز فاذا يقل لك هنا اول تقرير كان لسلام عن قصة مؤثرة عن الابن وابيه راح تقل له ترو زين قال لك هنا سلام اخذ معه ماذا عندما ذهب عندما ذهب تورايت فيرست ربورت عندما راح للكتابة تقرير له تذكر شنو خذ معه دفتر ملاحظات وكاميرا يقل لك لماذا لماذا الاب اسقط الطعام على قميصه وسرواله تذكر لانه كبير وضعيف زين زين يقل لك هنا because the father was very old and he was dropping his food on this يقل لك هنا راح تقل له ترو لانه لانه اعتقد اكتب خلي بيها هذا السؤال زين بالنسبة عندك ال 25 قال لك انه من كان لوك بوي من كان الولد المحظوظ الولد المحظوظ الذي فاز بالعرض السنة الماضية من هو الولد المحظوظ الذي فاز بالعرض يهو سلام احمد زين قال لك سلام احمد توق اخذ معه دفتر ملاحظات وكاميرا زين لاحظوا عندك 27 هنا نقل لك سلام احمد اخذ معه يوم الثلاثة تكرار بعد قد يمكن خمسة من ستة كريري يقل لك الاب اسقط الطعام على قميصه وصرواله لانه كبير وضعيف سلام احمد يريد ان يكون فرار مراسل يقل لك الابن اخذ الاب الى المغاسل طلاب ملعزة هذا ما متعلق بالقطعة مالتنا ان شاء الله كنت افتهمتوه واتمنى من عندك تحل الاسئلة الوزارية كل خطأ توقع به صدقنا لحلية الاسئلة الوزارية احسب القطعة خليتها بجيبك زين مو معناتها اكو طالب يجي القطعة يقرأها مثل الانشاء لا افهمها فهم القطعة من تحل الاسئلة الوزارية احسب روحك انت فهمت القطعة انتهت القطعة عندك اي سؤال يجيبو لك قبل امتحان الوزارية تقدر تجاوبي بكل سهولة بالتوفيق ان شاء الله لجميع الطلاب وان شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة ثمان الله